اشتركوا في القناة امتحان اختبار الثاني الدورة الثانية يعني كل ما درسناه فيما يتعلق بدروس النشاط العلمي دور على بركة الله اصل بين الماء واستعماله يعني اصل بين كل ماء والاستعمال عدنا ماء البحر اين نجد اطفال ماء البحر يعني نجده في البحر عدنا الماء العدب ثم الماء الشرب يعني الماء الشرب يعني مخصص للشرب اذا اطفالي عدنا ماء البحر عدنا هنا في الصورة عدنا لاحظوا معايا ناء سمكة في البحر هنا عدنا في الصورة الثانية طفل يقوم بشرب الماء ثم هنا نلاحظ رجلا يسقي النباتات اذا اطفالي اولا سوف نصل ماء البحر بماذا اي صورة الاولى ولا الثانية ولا الثالثة ماء البحر سوف نصله بالصورة الاولى لانه يدل على البحر لان البحر ماء البحر متزوجد في البحر ندل بحلقة على هذا الشكل ثم عدنا الماء العدب الماء العدب واللي كنسقي به الاراضي والمزروعات يعني كيستعملوا الانسان في عدة استعمالات واضح ان الماء العدب سوف نصله مع هذه الصورة الثالثة على هذا الشكل سوف ندل سهم الماء العدب ثم ابقنا اخيرا الماء الشروب يعني الصالح للشرب سوف ندل بحلقة ونصل الماء الشروب بالماء الصالح يعني الصالح للشرب يعني كيستعملوا في الشرب واضح اطفالي يعني هذا هو التمرين الاول ثم نمر للتمرين الثاني عدنا اميز الحيوانات البيوضة والولودة يعني عدنا اطفالي مجموعة من الحيوانات البيوضة ومجموعة ايضا من الحيوانات الولودة شنه هي الحيوانات البيوضة يعني هي التي تبيض يعني كتبيض هي لك عندك تبيض البيض والولودة هي تليد مثلا عدكم مثال مثلا عدنا الحيوانات البيوضة البيوضة عدنا مثل الضفضاع مثل السعبان يعني مجموعة من الحيوانات تبيض واضح مثل ماذا ايضا العصافير كذلك هي حيوانات بيوضة يعني كتبيض يعني كنشوفو ان العصفور عنده العش فيه بيضة يعني ايضا حيوان بيوض والولودة عدنا بزاف للحيوانات الولودة مثلا عدنا اللبوة يعني تليد يعني انت الاسد عدنا مثلا الخرف يعني تليد كذلك يعني انت الوين ناجا عدنا الحصان عدنا مجموعة من الحيوانات التي تليد إذن هنا عدنا أطفال نرتبوا هاد الحيوانات لعطينا هنا عدنا دجاجة سمكة لبوة بقرة آثان شنه كلمة آثان آثان هي أنت الحمار أعزكم الله يعني آثان هي أنت الحمار إذن هنا هاد الحيوانات الخمسة هنرطبوهم في هاد الجدول هنرطبوا حيوانات ولودة هنا ونرطبو حيوانات بيودة هنا غمدوا بالدجاجة دجاجة وش هي كتولد أو لا تبيض تليد أو لا تبيض إذن كنعرفو الدجاج بأنه فيه يعني تبيض يعني كتوضع بيض واضح إذن الدجاجة نكتبوها هنا في حيوانات بيودة نكتبو دجاجة في الحيوانات البيودة عدنا سمكة السمكة يعني السمكة تكون في البحر وش هي تليد أو لا تبيض إذن السمكة تبيض كذلك تيكن توضع بيض في البحر إذن السمكة تبيض من الحيوانات البيودة سمكة لبؤة قلنا هي أنت الأسد كذلك اللبؤة إش نكدر واشتبض أو لا تلد إذن اللبؤة تلد من الحيوانات البيودة لبؤة من الحيوانات البيودة عدنا هنا كذلك بقرة إذن البقرة كذلك من الحيوانات التي تلد يعني حيوانات ولودة بقرة وعدنا آثان وهي أنت الحمار قلنا هي كذلك من الحيوانات الولودة آثان إذن نكتبنا الحيوانات البيودة عدنا ثلاثة لبؤة بقرة آثان والحيوانات البيودة عدنا دجاجة وسمكة ننتقل التمرين الموالي قلنا أرتب مراحل نمو الضفضع يعني هذا الضفضع هذا سنرطبه مراحل النمو دياله نلاحظوا معي هنا لدينا هنا البيود ديال الضفضع هنا ضفضع غير كامل بقي الله في طول الإنجاز هنا شرغوف كنت اسمه هذا شرغوف صغير وهنا ضفضع وهنا ضفضع بالغ يعني كامل يعني في مرحلة الأخيرة دياله من النمو إذن أطفالي هنا إذن أطفالي هنا شنه هو المرحلة الأولى للضفضع نقولنا الضفضع كذلك من الحيوانات البيودة يعني عندها بيت لأن أول مرحلة هي البيض إذن أخبركم واحد هنا في البيض المرحلة الثانية أطفالي عدنا هذه وعدنا هذه هذا شرغوف صغير وهذا شرغوف له قوائم شنه ما قوائم يعني عنده رجلين وعنده يدين وعنده هاد الدين واضح إذن شنه هو المرحلة الثانية حاولوا تجاوبوا أطفالي المرحلة الثانية هي هذه أحسنتم شرغوف صغير ثم أين هي المرحلة الثالثة هي هذه شرغوف له قوائم ثم المرحلة الأخيرة عدنا ضفضع بالغ ضفضع بالغ إذن أولاً ثانياً ثالثاً ثم رابعاً دول التمرين الأخير في مادة النشاط العلمي عدنا هنا أصل كل حيوان مع أنته وسغيره إذن هنا عدنا تتدي الحيوانات عدنا لاحظوا معي هنا عدنا هذا الديك يعني ذكر الخروف كذلك ذكر وعدنا الأسد كذلك ذكر إذن هنا عدنا هذه عبارة عن ماذا أطفالي هذه لبؤة وهذه دجاجة وهذه نعجة إذن أطفالي هنا عدد دجاج أين أنتد أين هي الأنتد للديك أنتد ديك هي الدجاجة أحسنتم إذن سأصل الديك مع الدجاجة وأين هو صغيرهما صغير ديك والدجاجة هنا لاحظوا معي هنا عدنا عبارة عن حمل صغير هنا كتكوت وهنا شبل إذن ابن الدجاجة هو الكتكوت إذن سوف أصلوا الدجاجة مع كتكوتها لهذا الشكل إذن هنا درنا الدجاجة ناخدوا لون مغير نصل الخروف مع الأنتة دياله أين هي أنتة الخروف عدنا اللبو أو عدنا النعجة إذن أنتة الخروف هي النعجة أحسنتم إذن أصلوا الخروف مع أنتاه اللي هي النعجة ثم أين هو صغيرهما ابنهما يعني الإبن ديالهم عدنا هنا بقلنا الشبل وبقلنا الحمل إذن صغيرهما هو هذا الخروف الصغير عبارة عن اسمه الحمل الخروف الصغير ثم نستعمل ملوان آخر عدنا الأسد فقلنا الأسد أنتا هي اللبوء أنتا الأسد هي اللبوء صغيرهما يعني صغير الأسد واللبوء هو الشبل يعني الشبل هو ابن الأسد الصغير عندما يكون الأسد الصغير يكون شبلا راضح إذن أديك مع الدجاجة والكتخوت الخروف مع النعجة والحمل ثم الأسد مع اللبوء والشبل وبهكذا أطفالي سنكون كمن نحصة النشاط العلمي للمستوى الأول الابتدائي كنتمنى إن شاء الله نستفيد للجميع وبالتوفيق للجميع إن شاء الله في الامتحانات لا تنسوا أطفال الاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة